اهلا بكم متابعين فاستاذي بحثنا مازال مستمر كيف موعدناكم كان بحثوا دائما وكان بدلوا مجهود باش نجيبوا الناس اللي في المستوى اللي يقدموا محتوى هادي في اليوتيوب المغربي ومعنا ومعاكم اليوم سيدة ماليك السائف اهلا بك سيدة ماليك متشرفين السلام عليكم المهم انا فرحانة بالحضور ديالكم معايا وانكم يعني انا كنحس انكم اعطيتوني وقت اعطيتوني قيمة الحمد لله اه لا عفو هذا واجب سيدة ماليك انت من الناس اللي اه دخلتين العالم اليوتيوب فاولا بدون نقولوا شنو الهدف ديالك مورا دخولك اليوتيوب واش الهدف مادي او كان عندك شهدف اخر اه اولا انا المهم انا كنشوف عالم اليوتيوب ودائما كان بغين ندخل ليه ويعني وكنتراجع يعني كيقولوا راه ليدخل اليوتيوب غير بحل الفلوس ولكن مؤخانا انا يعني كنشوف راسي انني كنعرف يعني عندي بزاف المعلومات اللي يقدر يستفد منهم الشباب او الجيل الصاعد يعني اه اه صافي ودرت قنات درت قنات باش يستفدوا منها يا الكبار يا الصغار اللي ما ديرش حاجة اللي ما معمرش وقته يحاول يعمر وقته اه فانا درت اليوتيوب من اجل استفادة فقط ما ماشي ماديا انا كنقول ما يمكنش غادي اربح الفلوس من اليوتيوب يعني كتجيني يعني بحل ما كنصدقش انا را الناس كيربحوا الفلوس من اليوتيوب انا كنعطي المعلومات اللي عندي والقنات ديالي انا قنات متنوعة يعني كيف ما ذكرت في اول اول فيديو عندي بانا القنات ديالي متنوعة انا عندي بزاف المواهيب يعني اي حاجة كنبغين صوبها الراسي وكنفرح بها الراسي مني كنصوبها وخال ما تعجبش الناس المهم انا يا بنت ليا حاجة مزيانة لا في الطبخ ولا في الاعمال اليدوية ولا في تف التعامل تف مثلا بعد المرات كان مصالح عاشي حد ما عاشي حد كان فرح وخميسة قوش الناس لخبار كان نقول بانا ندتش عمل مزيان يعني سيدة ماليكا انت كنت تحاولي انك توصل اي حاجة ايجابية للناس تقاسم الايجابية حاجة ايجابية وانا كلي طاقة ايجابية ما عندي سلبيات الحمدولي الله ما عندي سلبيات في حياتي وسيدة ماليكا ذكرتي ان الجانب ديالربح قلت بانا ما كنتيش كالتيقي ولكن احنا كنشوفوا ان الناس كيترباح من يوتيوب فانتي اه تجيبه ديالك ما ما تفصلتي بتاشي مبلغ من يوتيوب يا باقي مكا معمرني اخضيت شي مبلغ من اليوتيوب انا كن اعطي يعني معلومات لي هي مفيدة ولا شافوا الناس الفيديوهات ديالي غادي شوفوا بانا اي فيديو فيه يعني افادة لا في الطبخة في اي مجال في اي مجال وانتي ايضا كنت تقاسمي الصنعة ديالك مع الناس لان انتي كنت تقومي بالخياطة يعني صنعتك هي خياطة فدوينينا على هاد النقطة هاتي فقلت لي صنعتك هي الخياطة انا صنعتك اصلا ماشي الخياطة انا كانت تجاه ديالي انا عراجي سوي ديبلومي وعندي انا كنت فيزيك شيمي قريت لفاك ديالي وخديت باش حت كان هادك الساعة الوقت للبروموسيون ديالي كان سوق الشغل شوية صعيب ما كنلقوش العامل مشيت عود باش نلقى عامل درت ديبلومي الكترونيك اندي سخيال هو باش دفعت البريفي باش قابلوني وخدمت 24 خون عاد اخذت الديبارديالي ومني اخذت الديبارديالي كانت عندي ديجة موهيبة يعني من صغر سقلتها او كوغ دوتخاذاي ومنو اخذت داما انا هديك الموهيبة ديالي سقلتها بدراسة يعني انا كنت كان قرب واحد تمن اللي هو طالع بالزير في موديلس يعني في ديميل طروة بديت ديميل طروة وبقيت بقيت يعني او ميمطان كان نخدم شي حاجة راسي ومن بعد وليس كان نربح من ورا هالفلوس ومني قلست هديك الموهيبة ديالي اخذتها حرفة استمر ريشي فا استمر ريشي وفي القناة ديالك احنا لاحظنا لان كتقدمي فيديوهات وكتدوي فيهم بوحد العفوية ومن صاميم كتبغيت تبوص للمعلومة اشتجاتك هاد الفكرة دي انك تقاسمي ذاك شي اللي قريتي انتي وقلت انا قريتي بتمن طالع تقاسمي بوحد تمن اللي زايد كيفما قصبقته قلتي لنا الناس اللي باغت تتعلم هاد الحرفة انا الهدف ديالي انا نبغي يعني كل شي كنحسبو وليداتي كل شي كنحسبو خواتاتي كل شي كنحسبو يعني كنبغي اي واحد اللي هو ضايع مثلا انتي قولك انا ملقيتش خدمة وانا كنشوف اناني كنخدم جلابة كنربح منها الفلوس كنخدم بيجامات اربح منها الفلوس علشته هو ما يتعلمش او لا هي كيقولك متلا ايلا بايت نتعلم عندي خصني الترانسبار خصني الماتيريال خصني كنقول لي ايجي وعندي انا غادي نعلمكم عندي الماتيريال دوك اللي غاقل ودك شي وغادي نعلمكم انو دو بلوس انا كنعطي في اليوتيوب غالبا نعطي في اليوتيوب شو حاجة اللي سيمبل بلا ما نخدمها بالسانتيم ولاكري طباشر نخدم ايه بالسانتيم ولاكري ما نخدم حتى شي مستارة وكنوريهم طريقة كيفاش يقدروا وخا تكون عمرها مقرات تقدر تدير لكو غبيغ تقدر تدير الرسمي يعني ديال اي حاجة صعيبة تقدر ترسمها وكان بغي اي واحد يتعلم ذاك الشي لاش انا يقلت لهم اللي كيكون يعني الناس الاقارب اللي كنشوف انا كيبغيوا يتعلموا كنقول لهم جيوا عندي المحل انا حت عندي محل ديال الخياطة جيوا عندي وانا غادي نعلمكم تمن رمزي اللي ما عنداش ما تعطينيش بسبيل الله ما عنديش مشكي سيدة ماليكا شنو تبغي تقولي الناس اللي تاجهوا اليوتيوب ولكن موحد الناحية مش ايجابية والناحية السلبية كان نشوفوا دابا الروتيني اليومي كان نشوفوا الفضاء حل الناس تتغلات بحال هاد النوعية ديال الفيديوهات باش تربح من وراهم فوس تبغي دوليهم صراحة هاد الناس ديال الروتيني اليومي فروتيني اليومي يعني رتقدر تدير روتيني اليومي ولكن تجيبوا بواحد طريقة ايجابية وحال الطريقة اللي غادي متلا غادي شوفوها غادي ياخدوا منها هذيك الفكرة اللي دارت هادا كل نهار يعني غادي شوفوا لها اللبس ديالها غادي شوفوا ليها كيفاش كتتكلم غادي شوفوا لها كيفاش متلا تتشقف دارها يعني غادي استافدوا البنات ولكن سيبيان ضماج يعني مني كتجي شي وحدة يعني وكتجي لبسة لبسة يعني بعيد عن الحياة فهنايا انا كنت أسف بزيف وكن طلب من هذيك الناس اللي يهديهم وفي الاخير انتي ام لثلاثة ديال الوليدات يعك فكيفاش كتقدر توفقي بالعمل ديالك في المحل وبين يعني الاسرة ديالك الصغيرة وحتى بين يوتيوب هنا يعني خاص يعني إلا كانت عندك الرغبة باش توصلي الواحد الهدف فأنتي كت يعني كتزيدي من الصبر كتحاولي تنقصي يعني من نعز ديال كتفيقي بكري أنا دائما كان نعز بكري وكان فيقي بكري يعني وورا صالة العشاء أنا ما كان بقاش نعاود الهدرة تنعز باش كنفيق بكري مع الفجر كنقديم جميع المسائل ديالي مثلا الشقة ديالي أنا را كنساليه مع العشرة مع العشرة كنكون جامعة الدار مجفة مصب بنا كل شي ديري مع العشرة العشرة صفي كنقلس كنرتاح واحد شوية كنمشي العمل ديالي ودو بلوس أنا بحل ده بد وقت الدراسة كين والدي كي يبقى في المدرسة حتى الثلاثة يعك أنا كننوت كن طيب الدراري عندي بثلاثة كن طيب اليوم مع الصباح كن طيب اليوم هوما وكن وجد طاجين ديالنا احنا كان ديالهم يعني وصفات يعني خاص دائما بنادمي بحث وصفات لي هي سريعة تقدر تودك في اصرع وقت حرى دووز ديز اقزم في القناة ديالي يعني هدوك الوصفات تعيك يوجدو كتعطيما الأوليدات كي يديوهم أنتي كتقا أوماام توقيتو كتتوجدي الطاجين ديالك كتوجدي الفطور ديالك في هذا الساعة و الماكينة كانت دور على صابون يعني ما كانش مشكل خسكت نظمي وقتك خسكت فق بكري إلا ما فقتيش بكري أنا بالنسبة لي إلا بقيت نعسة الثمانية كانت تحصر علاش بقيت نعسة الثمانية و كان حس بواحد الفرحة مني كان فق بكري و كان قضي الشغال و كان كوم سالية في نص نهار الأول شكرا لك بزاف للا ماليكا وهذا هو لقائنا اليوم اللي كان مع صاحبة محتوى هادف من الناس اللي تعودنا أننا بحثوا عليهم بيش تعرفوا بأن نرى ماشي اليوتيوب المغربي ماشي كامل فيه غير سلبي و إنما كانين قنوات هادفة اللي كتقدموا محتوى هادف فهذا هو لقائنا اليوم على أمل لقائكم في فيديو جديد ومع صاحب أو صاحبة محتوى في المستوى اشتركوا في القناة